ولكن اسمح لي أنا بلاش نطول على الأخونا شمان المجالي الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي معنا على الهاتف عطوفة شمان بيك الله يسعد مساك الله يسعد مساك ويسعد مساك كل الإخوة المشاهدين وكل عام وأنتم جميعا بها الفخير وانتبه الفخير شمان المجالي الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم نتحدث عن إنجاز المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في ظل هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا بداية اسمح لي نيابة عن أسرة الضمان الاجتماعي وأصارة عن نفسي أن أرفع إلى مقام سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلال الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد استقلال المملكة الاردنية الهاشمية وحقيقة هو عيد الاستقلال عيد الإنجاز عيد التطور في كل مناحي الحياة في مملكتنا الحبيبة ونحن كضمان اجتماعي مؤسس الشعب مؤسس الحماية الاجتماعية نواكب الجهود الملكية السامية وجهود الحكومة في تطوير خدماتنا وفي توسيع مظلة الحماية بحيث يصبح كل عامل على أرض المملكة الاردنية الهاشمية مشمول في الضمان الاجتماعي نعم سيد تزامنا مع هذه المناسبة الغالية على قلوبنا وبرعاية عطوصة مدير عامل المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة أطلقت المؤسسة بالأمس حملة تفتيشية وواسعة في كافة أنحاء المملكة بهدف التحقق من سلامة وصحة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي كما تعلمون وكما تابعتم أثناء جائحة كورونا المؤسسة أطلقت العديد من المبادرات وكشفت هذه الجائحة عن عدد كبير من العمالة على أرض المملكة الاردنية الهاشمية غير المشمولين في مظلة الضمان الاجتماعي والذين لم نستطيع تقديم الخدمات لهم بالتالي ومن خلال 127 مفتش منتشرين في كافة أنحاء المملكة لديهم كشوفات بأسماء المنشآت سيتتم زيارة هذه المنشآت بكل حبية وبكل شفافية حتى نستطيع أن ننقل لأصحاب هذه المنشآت والعاملين بها ما هي قانون الضمان الاجتماعي ما هي التزاماتهم ما هي الحقوق المترتبة عليهم حتى يتم التعاون مع المؤسسة وجمول العاملين فيها بمظلة الضمان الاجتماعي لذلك نحن من خلال هذه الشاشة المحترمة نهيب بأخواننا أصحاب العمل العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بضرورة التفتيش مع أبناء الوطن أبناءهم أبناء مؤسسة الضمان الاجتماعي وتزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بصاحب العمل والعاملين لديه وأجورهم حتى يتم شمولهم وبكل ثلاثة نعم وهنا دعني أؤكد على مسألة على قدر عالي من الأهمية نحن في الضمان الاجتماعي نريد أن تبقى هذه القطاعات واقفة وتبقى ظروفها الاقتصادية في أحسن حال لا نريد أن ندمر هذه المشاريع وبالتالي سيكون قرار الشمول من اليوم لن نعود إلى الخلف الخلف سيؤدي إلى تراجع هذه الأنشطة وقد يؤدي إلى إغلاق بعضها نحن اليوم نبحث عن كل مكان عمل يولد فرصة عمل والتالي سنكون الداعمين لهم في هذا المجال وسيتم التركيز في هذه الحملة على الفئات يعني الأكثر حاجة للحماية كالمرأة في سوق العمل ومختلف العاملين أيضاً اسمح لي أخي الكريم أن أؤكد على حملة إشمل نفسك التي أطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال البوابة الإلكترونية أي عامل يعمل في أي منشأة غير مشمول في مظلة الضمان الاجتماعي يعني نترجى ونتمنى منه أنه يدخل على موقعنا ويطلب شمول نفسه ويبين لي وين يشتغل وهذه الفكرة ستعامل بمنتهى السرية لن يعلن عنها حتى لا يتضرر وكما قلت لك نحن سيكون الشمول بأثر فوري ولن نعود إلى الخلف يعني أنا بصراحة برامج كثيرة أستاذ شمان المجالي قدمتها الآن في ظل جائحة كورونا تقريباً من العام الماضي واليوم نحتفل بالخامس والسبعين من استقلال المملكة الأردنية الهاشمية وأيضاً نحن اليوم على أعتاب المئوية الثانية لبناء الدولة الأردنية ولكن اليوم نتحدث عن المستقبل المشرق الآن بالنسبة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما هو القادم سيد العزيز؟ القادم كما قلت لك نحن نطمح من خلال هذه الحملة اللا يبقى عامل على أرض المملكة الأردنية غير مشمول في مظلة الضمان الاجتماعي نعم أيضاً نحن توجهنا ومن خلال تعديل أنظمة المؤسسة نظام الشمول لتمتد مظلة الحماية التي تشمل العاملين في العمل الحر اليوم في عنا كثير من الأشخاص يعملوا عمل حر في مهن وحرف مختلفة قطاع النقل في الكثير من العاملين اللي خارج مظلة الضمان الاجتماعي مثل إخواننا السائقين اللي بقدموا خدمات لهذا المجتمع لهم حق على مؤسسة الضمان الاجتماعي نهتفكر فيهم وتشملهم في مظلة الضمان الاجتماعي العاملين في قطاع السياحة الأدلاء السياحيين نعم العاملين في المهن المختلفة مسرجي عمال الإنشاءات أي عامل لا يعمل من خلال منشأ وإنما يعمل بشكل فردي نطمح إن شاء الله وسيتم إطاق حمد أخرى لشمولهم نعم بإذن الله تعالى وأيضا شمان المجالي الناطق إعلام باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كل عام وأنت وكافة زملائك في المسر عمضة الاجتماعي بألف خير سيد العزيز وأنتم جميعا إن شاء الله شكرا شكرا إذن شكرا